مرحبا ما ستحمل حلقة اليوم من أخبار وتفاصيل جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الشيء اللي رح نعرفه بعد ثواني قليلة بعد ما نعمل طبعا لوج إن بالبداية على فيسبوك رح نبدأ الحلقة من مصر مع بوست غريب نشرته وزارة السياحة المصرية عبر صفحة رسمية على فيسبوك قوبل بهجوم شديد واستنكار من قبل المصريين يلي صدمون مضمون يلي بيحكي عنه البوست هذا هو المنشور أو البوست يلي عم نحكي عنه يلي أعلنت في وزارة السياحة بمصر الصومالية وقائمة أسعار مفصلة لتصوير مع قناع الملك الفرعوني الشهير توت عنخ أمون وأجاب المنشور دعوة للتصوير التجاري لمتحف أثناء موعيد العمل الرسمية وبتظهر فيه الأسعار المختلفة للمصريين والأجانب مرة مع فتح فاتريلة العرض الزجاجية اللي بيكون موجود فيه القناع عادة ومرة تانية من دون ما تكون مفتوحة وهي مسكرة يعني بأسعار متباينة بتختلف من حالة التانية وتبعا للجنسية المنشور فجر على الحسابات الرسمية للوزارة غضب المصريين وانهالت الانتقادات الشرسة يلي شيها طبعا أجبر لوزارة على حدث المنشور لاحقا بدون إبداء الأسباب قبل ما تكتب بيان تنفي فيه الإعلان السابق بشكل جديد ولكن بيان النفي على ما يبدو ما أقنع المغردين ورواد فيسبوك اللي طالبوا بتوضيح رسمي للقصة لقصة الإعلان المحذوف كما طالبوا بمحاسبة المسؤول عنه وإقالة الوزير بالعودة لبيان النفي البيان قال أنه لم ولن يتم فتح فاترين القناع الملك تتعنخ آمون منذ أن تم الانتهاء من ترميمه بعام 2015 على إيد فريق مصري دولي وأضاف البيان أن وزارة السياحة والآثار ترفض تصوير القناع خارج الفاترينة رغم تلقية عدد كبير من الطلبات من مصورين محترفين وقنوات تلفزيونية عالمية حفاظا على الأثر الهام والفريد وأنه اللي صار على السوشال ميديا كان مجرد لبس غير مقصود نتيجة اختلافات بين رؤية المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة ومن هذا الخبر راح لتاني أخبارنا بحلقة اليوم اللي راح نعمل فيه لوج إن سريعا على تويتر هالمرة راح ننتقل على بيتنام لحتى نتعرف على فيديو اليوم فيديو اليوم هو المواطع اللي بيكون عم يحقق أكبر عدد من المشاهدات وعم يبرم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غريب وفيرل هذا هو بطل الساعات الأخيرة ببيتنام بدون أي منازع طبعا هذا كاريكاتور معمول تكريما لأله وهو سائق توصيل طلبات أنقذ حياة طفلة فيتنامية بعد ما أمسك فيها لما سقطت من شرفة الطابق الـ 12 ببيتا بالعاصمة الفيتنامية هانوي وكان السائق جالس بسيارته أو بشاحنته بانتظار تسليم طرد معين لما رأى الطفلة وهي عم تتدل من المبنى الشاهق وعم تتشبث بالحافة بإيد واحدة بس فأسرع بالخروج من سيارته لحتى يوصل لوضع أفضل يمكنه من خلاله أنه يمسك بالفتاة الصغيرة وينقذها من موت محقق وباللخص الحاسمة وبحسب ما أظهر لقطات الفيديو اللي راح نشوفها بعد شوي فقدت الطفلة قبضتها قبل ما تسقط على الأرض ولكن بطريقة ما وبقدرة ومعجزة إلهية مكان السائق من الوصول لأله لحتى توقع على حطنه وينقذ حياته لا يتمنق للطفلة والسائق لاحقاً للمشفى كون هي تعرضت لخلع بالفخد وهو تعرض لالتواء طفيف بإيده المشهد يعني لأصحاب القلوب الأوية بس لأسقاً للمشاهد التي تخوفها كثيراً صراحة وممكن أي أب أو أم يخافوا على أطفالهم من هذا المشهد الذي يجرى بحلقة طبعاً راحين لآخر خبر معنا بحلقة اليوم يلي بدنا نعمل فيه لوقعين بالختام على إنستجرام ختام الحلقة راح نتوقف فيه سريعاً ومجدداً مع عدة ميزات كان عم يحكي عنا إنستجرام بالأيام والأسابيع الماضية ويبدو أن الموعد الرسمي لأطلاقهم والإفراج عنهم صار قريب جداً 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 ففيسبوك الشركة المالكة لإنستجرام قررت يكون يوم المرأة العالمي القادم ب8 شهر هو تاريخ إصدار الميزات الجديدة التي سبق وحكينا عنها ورح يكون أهم ميزة البث المباشر متعدد الضيوف التسريبات الأخيرة بالفترة الماضية كانت تحكي عن قيام إنستجرام باختبار للميزة تعدد الضيوف ضمن البث المباشر الواحد فحسب وضحت الصور المسرمة سابقة من الاختبارات التي كانت تم بالهند للاستفادة من هالسوق لأنه محظور في تيك توك هناك وإنستجرام بيكون هو خيار وحيد للعالم فحسب الصور يلي كنا نشوفها من المتوقع أن البث المباشر الجديد يسمح بوجود أربع أشخاص مع مضون بذات الوقت لحتى يقدروا يتواجدوا لايف قدام جمهورهم بتطور كبير للميزة البث المباشر ودفع واضحة لإلها خاصة بزمن الحجر الصحي والعمل عن بعد يلي المفترض أنه كل العالم عم يعيشه بسبب جائحة كورونا أما بالدول يلي بتتاح فيهم ميزة التسوق عبر إنستجرام وفيسبوك فالموقعين رح يضيفوا بمناسبة يوم المرأة العالمي هاشتاج women owned يعني مملوك من قبل النساء يلي رح يكون مخصص الأعمال يلي أسسوها نساء ودشنوها بفترة الحجر الصحي العالمي خلال جائحة كورونا لحتى يدعمهم الموقع ويدعم أعمالا بشكل أكبر كما رح يتم حملة أو رح يتم أطلاق حملة تانية اسمة women vs women لتصليطة ضوعة على الأصص الملهمة للنساء يلي لقيت نجاح كبير باستخدام أحد تطبيقات فيسبوك المختلفة خلال العام الماضي ولهو ممكن وصلنا جولة هاليوم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي من لوغ إن أنا برجع بشوفكم بكرة إزالرات بحلقة جديدة ومجموعة أخبار وترينز من العالم كله بشكل وحلقة جديدة من هولا بكرة تبقوا بألف خير أكاون سلوغان عم تمرو على يميني إذا حبيتوا تشيكوا عليها وتعملوا لايك أو فولوز لاتسلوغاوت سلام شكرا